السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلب السنة 3 قوة كل سلامهم طيبين ومنذبه رمضان هنبدأ المحاضرة الأولى في single phase motor وأول ما هنبدأ هنبدأ بفيديو الفيديو هنا زي ما احنا شايفين ده شاقي single phase motor ده الترمينال بوكس ممكن يبقى فيه مكسف خارجي هنا أو أحيانا يبقى جوة الترمينال بوكس وأحيانا بيبقى مكسفين يا إما بره يا إما جوة الترمينال بوكس وبرضه فيه أنواع برضه أخرى من غير مكسفات خالص تعالى كده نشوف الفيديو single phase induction motors require just one power phase for its operation they are found in domestic as well as industrial use main components of single phase motors are as follows a rotor which is a rotating part a stator winding which is stationary it has got two parts one main winding and one auxiliary winding Auxiliary winding is placed perpendicular in particular to the main winding a capacitor is connected in auxiliary winding let's assume there is only one coil in main and auxiliary winding to understand it's working better assume no current is flowing through auxiliary winding AC current passing through main winding will produce a fluctuating magnetic field هنا بقى الماغنيتك فيلد ايه لو احنا مجازيين ملف واحد هيبقى oscillating magnetic field يعني مش هيبقى rotating زي السريفز لا طب يعني إذا علشان معهو علشان الروتور يتحرق محتاج روتاتين مجنيتك فيلد يعني في الحالة دي مش هيتحرق لأ مش هيتحرق خليبالك ده ايه فلقتويتين مجنيتك فيلد خليبالك هنا بقى صفر بعد كده بيرجع Working a single phase induction motor is simple just put one rotor which is already rotating inside such a magnetic field كده في الحالة دي مش هيلف you can note one interesting thing the rotor will keep on rotating in the same direction the reason is as follows هنا بقى مش هيلف إلا لو انت ساعدت الروتور ده يمين يقوم يلف يمين لو انت ساعدت الروتور ده بإيدك ان يلف شمال يلف شمال ليه عشان ده فيه ملف واحد يعني احنا محتاجين وسيلة تساعد الموتور ده ان يلف في اتجاه واحد لسه هنشوف The fluctuating field is equivalent to some قالك ايه بقى هنا The fluctuating أو oscillating magnetic field ده بيكافئ اتنين rotating fields بص كده بص two oppositely rotating magnetic fields تمام 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 printer is known as double revolving field theory that they brought in you feel theory a fact of rotating magnetic field on rotor is interesting since magnetic field is varying electricity is induced in rotor bars due to electromagnetic induction so here is the ترجمة نانسي قنقر 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 على كل حال انا عبعث لكم الفيديو تركوا تصرروا عليه لكن خلينا احنا هنا تاني وروح للباور بوينت بتاعتنا تمام فخلينا سيئل فيز اندخشا موتور يو او 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 ما بو سنا او 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 وا واحد يتوني هو المنحل إلى الكفره ، والأوصول للمنحل إلى الغرفة و المعلم من المنحل إلى كفره ، والأوصول للتلقى ما حينها لأنا سيكون هذا أربع أول قد ألاحظ أنه هناك الملفات الاغرفة اللون الغامق هذا هو المين ويندينج وهذا كمان وهذا كمان واللون الفاتح هذا هذا كده الأجزيلاري ويندينج أيضا هنا يعني إذا خارج من الستيتور كم طرف أربع أطراف طرفين مين وطرفين إذا ستارتينج ويندينج طيب الأربع أطراف دول بيبقوا موجودين في الترمنال بوكس نعم يعني ألاقي أربع أطراف لا في الآخر خالص هو بيوصل الاثنين برالل مع بعض لكن الستارتينج ويندينج أحيانا بيبقى فيه سيريز كباسيتور يعني إما سيريز ريزيستور والستارتينج ويندينج كمان بيبقى أحيانا بيبقى فيه سنتريفيوجل سويتش شغال بالطرد المركزي على أساس أن بعد عدة ثواني من بداية التشغيل يفصل الملف الستارتينج ويندينج يفصله ليه؟ لأن الستارتينج ويندين كمان مش مجهز إن هو يشتغل ده مجهز بس طب ونفترض إن السنتريفيوجل سويتش ده فيه مشكلة وفوض الشغال على طول في الحالة دية الستارتينج ويندينج بيتحرك لأنه غير مجهز إن يشتغل مجهز لكن في بعض الأنواع من غير سنتريفيوجل سويتش نعم وفي الحالة دي الستارتينج ويندينج يبقى متصمم إن يشتغل مجهز 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 وزو سلوط الوميوم شوفنا الالوميوم بار ومجهز وشورت سيركتد في بعض الأنواع كما نرى هذا من شرائح صلب السيليكوني لكن هنا بارات من الالوميوم وهنا مقفول برينج من الالوميوم وهنا برضو رينج من الالوميوم شورت سيركتد وكمان الجوز اللي احنا شايفينه ده فان بليتس يعني ايه عشان تبريد والروتس بالنسبة ل احنا زي ما احنا شايفين كده في طيار داخل هنا وخارج من هنا يبقى اذا فيه وزا ما انا قلتلكم لو هو ملف واحد هيبقى ومش هيلف الموتور لكن لازم حاجة تانية تساعده بلسطينج فلاكس بريدوس بايزامين ويندي كان بي ريسولد انتو كاوينتر روتاتينج كومبونينج اللي ما احنا شكنا في الفيديو يبقى لا يلف لا يمين ولا شمال طب الحل ايه؟ الحل اضافة ملف عشان عملية الستارتينج طب لو الملف ده ما تضفش هل ممكن يشتغل؟ ايوة نعم ممكن بملف واحد بس ايه؟ محتاج يا اما لو انت عايز تلف ويمين تمسكه بأيديك كده وتساعد ويمين يقوم يلف ولو ايه؟ ولو برضو عايز لفيف وشمال تساعده بايدك بس طبعا ده كلام مش منطقي ابدا عشان نقول نعرض حياتي الناس للقطر ونقول له حط ايدك ده كلام فبالتالي لابد نقم فيه حل علمي كهرابي وده كلام اللي نحن لسه نقول عليه السينجل فيز اندكشن موتور ده المين ويندين تمام؟ فيه الضبال ريفولبينج فيلد وفيه كمان الكروس فيلد فيوري بس احنا ايه؟ انا اتبنى النظرية الاولى اللي هي الضبال ريفولبينج فيلد فيوري ودي اللي احنا بناء عليها ايه؟ هنستنتج البلد فيولبينج فيلد فيوري ال ايه؟ ايه؟ الضبال ريفولبينج فيلد فيولي وفيه ويهدت دفاعات الاولى يعني اسهل في الشرح Learn the double revolving theory only يعني احنا نتعلم النظرية الاولى فقط تمام خلينا Single-Field Induction Motors Main Winding Double-Revolving Field Theory Single-Phase AC Current supplies the main winding that produce pulsating magnetic field Mathematically the pulsating field could be divided into two fields two rotating fields which are rotating in opposite direction وبالتالي يبقى الروتر لا هيلفتين ولا هيلفتشمال The interaction between the fields and current induced rotor bar generate opposing torque Opposing torque يعني ايه ترك معاكس عشان كده لو في الفيديو لقينا ان الروتر بيرعش فبالتالي لا هيلفي كده ولا هيلفي كده خلي بالك بقى معاكس بالنسبة للـ double revolving field theory اولا ده الطرق وده لسبيت وفين القاركتريستيك؟ القاركتريستيك هي اللي باللون الازرق ده هي اللي باللون الازرق ده الله يعني ايه؟ يعني عند اوميجا بزيرو الطرق بزيرو يعني معنى كده مش هيتحرك هي دي القضية كبيرة يعني مفيش starting torque لا طيب القاركتريستيك دي الغريبة دي احنا جبناها من ايه من جايبناها؟ زيها زي 3 phase induction machine بس ايه الفرق؟ فرق في 3 phase انه بيبقى فيه starting torque هنا مفيش starting torque طيب الاتنين rotating field ده الforward component يبقى اذا الحقيقة هو الازرق لكن الاسود اللي فوق والاسود اللي تحت ده تخييلي يعني ايه بقى؟ في الforward component ممكن يعمل لي starting torque هنا وفي الـ reverse starting torque بس بما انهم متساويين معاين ومتعقيم النت torque بيسوسط عشان كده مش هيلف الـ auxiliary winding for starting هنا بقى two winds that are 90 degree physically ابارة physically يعني متبعدين فيزيعيا 90 درجة and carrying the currents different in phase كلمة different in phase دي هنعملها ازاي؟ هي دي طرق الـ starting اللي احنا لسه هنتكلم عليه يعني لازم يبقى تيه اللي بالك عشان ايه؟ تيه؟ ابارة between the two winding and electrically angle between the two winding single phase induction motor contain an auxiliary winding displaced by less or equal 90 electrical degree شوف هو الافضل انه يبقى فيه زاوية 90 electrical degree بس مش هنعرف نعملها بكل الاحوال طيب ولو ما كانتش تسعين هيكون rotating field نعم هيكون rotating field لكن بيختلف عن السريفيس هنا rotating field is non uniform بمعنى ايه؟ بمعنى انه السرعة بتاعته سبتة نعم الـ 120F لكن المجنيتود بتاعه يا جماعة مش سابت زي الثريفيس نعم لكن في الحالة دي برضو يلف ايه نعم يلف بس هنا بقى وهو بيلف بتلاقي الضواء يعني ايه؟ يعني مستوى الـ vibration في single phase اعلى من الثريفيس نظريا الـ vibration في الثريفيس مفيش vibration لكن في الثريفيس في vibration نتيجة ان المجال قمته مش متساوية from the main winding اوكي main winding ويبقى الثلاثين اللي سلوت يعني نفترض ان انا عندي مثلا شيء هنا ده واخد اربعة سلوت هنا واخد اربعة سلوت هنا واخد اثنين سلوت هنا برضو اثنين سلوت يبقى اذا المين winding بيبقى الضعف الأuxiliary winding او يعني هنا الثلاثين وهنا الثلاث وبالتالي لما بعد الـ starting انت بتفصل الأuxiliary winding يعني بالتالي انت فقط جزء من السلوت مش effective معاك اوكي وده برضو من عيوب single phase يعني ايه؟ يعني لو انت عندك motor single phase واحد حصان وعندك motor ثاني 3 phase واحد حصان بتلاقي ان single phase motor اكبر من 3 phase motor لنفس القدرة ليه؟ لان فيه جزء احنا مش مستجلينه وبالتالي عشان اطلع نفس الباور لازم يكبر وده اشكالية في single phase motor لكن الميزة ايه شباب تنا الميزة انه هو مستخدمة لالسنجل phase sublay اللي موجود عندنا في الشقق معاية ال domestic application لان 3 phase مش كل الوحدات السكنية بيبقى فيها 3 phase وفي نفس الوقت بسيط يعني مش بسيط في الشرح لا بسيط بسيط في سعر وكذلك ال auxiliary winding may be for starting only or permanent يعني يعني ال auxiliary ممكن تشتغل في starting بس أو بصفة دائمة بس دا لها تصميم ودي لها التصميم نشوف ال starting طور تمام A single phase induction motor starting the torque is zero because of pulsating single phase magnetic flux هذا الكلام الي احنا قلناه ال starting of motor requires the generation of rotating magnetic flux similar of the rotating flux in three phase motor similar بس مش هنقدر نوصل لمية في المية يعني احنا ايه تمام two perpendicular coils بس or have current nearly تسعين أو top phase nearly لكن هي برضو مش هتتتحقق التسعين درجة مش لكن ايه هنشوف هنعمل ايه therefore single phase motor are built with two perpendicular winding تمام تعال نشوف انا عندي خمس انواع من ال starting methods of single phase induction motor خلينا نشرح اول نوع split phase motor ثاني نوع capacitor start motor ثالث نوع capacitor start capacitor run motor كلمة capacitor start motor يبدأ بمكسف واحد ومال ده بمكسفين ها زي ما لسه هنشوف فيه كمان permanent split ثالث نوع ثالث نوع بمكسف واحد ها بس دائم 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 وفيه كمان ال share the ball motor يعني دول خمس انواع من طرق starting نعم فمتيجة نشوف اول نوع starting method ايوه احنا عندنا خمس انواع لسه يلينا عليهم وهم ومكتوبين هنا فيه طيب خلينا نشوف اول نوع split phase induction motor زي ما انت شايف الموتر ده لا في مكسف ولا بتاعه ثم ايه بقى هنا فين ال main winding او فين ال auxiliary winding او فين centrifugal switch او ده مفتاح معاي الطرد مركزي بيبقى جوة الموتر يعني مش باين لا والملفين دول جوة الموتر نعم يعني الملفين دول بيمثلوا لستيتر نعم وهنا ده الروتر نعم خلي بالك بقى معاي اه 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 هنا الريزيستور is connected in series with the auxiliary winding يبقى انا بضيف مقاومة كمان في ال auxiliary يعني اذا المقاومة ديت بتمثل ايه؟ بتمثل المقاومة بتاع الملفات نفسها وبنضيف مقاومة وبنضيف مقاومة معاها جوة المطور نعم او بنعمل ايه بقى؟ احيانا ما نضيفش مقاومة لكن بنعمل السلك ده بفيع جدا جدا بحيث ان المقاومة بتاعته تبقى كبير بدل من ضيف مقاومة بقى هي هي الريزيستور is connected in series with the auxiliary winding يبقى سواء اضافنا مقاومة او اكتفينا بملفات السلك بتاع الطائرة ذكرا in the two winding is not equal as the result of the rotating field is not uniform اه امتى يبقى يونيفورم لو الطيار بتاع المين يبقى زي الطيار قد للطيار بتاع ال auxiliary معاي؟ وبينهم 90 درجة لكن تعالى كده نشوف اه خلي بالك ده ال ده ال ده البولت خلي بالك معاي اه الاي اللي هنا اي auxiliary طب الاي مين اهو؟ اذا هل اتحقق 90 درجة؟ لا ما اتحققش موضوع 90 درجة الحاجة التانية اي auxiliary ممكن لا يساوي اي مين بس يا دكتور دلوقتي احنا شايفين الاي auxiliary هو اللي قريب للفولت تمام؟ اول حاجة ان ده لاج وده لاج ليه؟ لان ده فيه كويل وده كويل لكن هنا اللاج بتاعه قريب يعني قريب ان يكون زي ال وده صح ليه؟ لان احنا اتفقنا ان المقاومة كبيرة عن المين ويندين واحد يقول لي طيب مهو المقاومة كبيرة هتعمل لوسيز انا معاك بس ده ستارتي يعني هيقعد قد ايه؟ يعني كذا ثانية ويفصل فما فيش مشكلة عشان كده اه يبقى المقاومة دي بتضف الاوكزيلاري عشان كده اه الاوكزيلاري قريب قوي ان يبقى انفيز مع البولت لكن هنا ما بنضغش مقاومات وإلا تبقى كارسة ليه؟ لان انا مش عايز سخونة اثناء التشغيل ورغم هذا كده كده الملفات فيها مقاومة برضه بس مش متعمدة بقى مش كده وليه؟ تمام؟ ومالبقى لما يكون ده الاوكزيلاري وده الاوكزيلاري ده الاوكزيلاري اثناء الستارتين تمام؟ طيب وبعد ما يفصل السويتش يبقى من الموجود؟ يبقى الاوكزيلاري هو الموجود؟ اوكي؟ ده احد الطرق معين؟ يبقى هنا ده سبليت فيز اندكشن الموتور اسون از موتور ريتشيز اسمتريفيوجل يبقى اليسويتش ده يبقى بيتصمم يفصل عن سبعين تلمية من الانسين كرونس أو تمانين تلمية من الانسين كرونس سبعين ماشي خمسة سبعين ماشي ثمانين ماشي خمسة وثمانين ماشي يعني في الم . طب أقل من المية؟ لا يوجد خسارة فيه ولكن يتحط له مقاومة أكبر لكي يصحى الطيار أصغر تعالى نرى لسبيلت فيز يا السلام نرى هيا فين المين ويندينج فاكريين ساعة ما احنا شفنا ان المين ويندينج ان المين ويندينج التورك كان بزيرو ثم لما انا حطيت مين زائد الأجزلري ويندينج في الحالة دي خلي بالك النقطة دي تمثل التورك طب عرفتي زائد التورك ما انا هيبني ما هو دك تورك ماش كده وده الاسبيد ويعني ايه ستارتينج يعني يعني زيرو اسبيد اهو يبقى ايه 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 الخط الاسود ده ده اللود كاركتريستيك ده الميكانيكال تورك والاسبيد ليه لان الموتور ده انا مش بحط عليه الميكانيكال لود نعم بس خلي بالكم معايا يا شباب ان الميكانيكال لود كاركتريستيك ليها اشكال كتير مش لازم زي ما احنا رسمين انها تكون سكتة يعني ممكن ده يكون سكتة ممكن يكون لينير مع السبيد ياخد خط مايل كده ممكن يتناسب مع مربع السبيد وياخد كيرف كده لكن خلينا ناخد مثال ان الميكانيكال لود ده سابت كما احنا شكينا طيب يبقى اذا خلي بالك احنا هنا دلوقتي بدقين بالملفين يعني اذا فين الكاركتريستيك بتاع الملفين اللي هي باللون الاحمر ده او الماء للحمراء نعم الاسهم دي معناها ان بيبدأ من هنا والسرعة بتبدأ تزيد خلي بالك اه السرعة بتبدأ تزيد نعم نعم طول ما انت ماشي جهة اليمين بالسرعة بتزيد اوكي ثم الهينا ايه اللي حصل اللي حصل ان السنتريفيوجل سويتش بعد ما كان اه بقى اوبن اوبن اه يبقى الكاركتريستيك الحمراء دي بتختفي كليا الاثنين نوعائهم يعني الاثنين تزيد مش موجودين في نفس الوقت لا خلاص يبقى بيتنقل على طول من النقطة دي للنقطة دي ويبدا يتحرك 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 يتقابل في النقطة دي لا تقابل في النقطة هذه ليبني ما انا قلت لك الاثنين موجودين في نفس الوقت يالأحمر يالأزرق معين يبقى اذا حين انا ماشي لحد هما سنتريفيوجل سويتش فتح اتنقلت على الأزرق لحد هما يتقابل هنا في النقطة ديت ودي اللي نقول لها الـ Operating Point الـ Operating Point معناها ان الـ Electric Torque of Motor يساوي الـ Load Torque يعني هي دي الـ Operating Point نعم بس ما تنساش زي ما انا قلت لك ان الـ Characteristics بتاع اللود ممكن تكون سبت ممكن تتناسب مع السرعة ممكن تتناسب مع مربع السرعة يعني احنا واحدنا هنا كمثال فقط تمام والـ Asهم دي معناها انها بياخد وقت بقى ديت بالثانية يعني طبعا يعني جايز يكون اثنين ثانية ثلاثة ثانية جايز يكون اقل من كده كمان الـ Application of Split Phase Induction Motor ليش واحد يقول لك بس خلي بالك لازم يبقى فيه هنا لازم الـ Electric Torque يكون اكتر من اللود تركي عشان يحصل اكسلريش يعني هنا سرعة عملت زيد نعم تابوا هنا سرعة عملت زيد تابوا هنا يوقع تقول لي السرعة عملت اللي لا السرعة يبني بتزيد ده اللي بيقل للعزب ليه لان المحور ده محور السرعة يعني سرعة عملت زيد لحد اما ايه اما يتقابله لاثنين ثنوطة واحد تمام this type of motor are cheap رخيص and are suitable for easy starting loads where the frequency of starting is limited اه يعني ايه عملية الـ Starting هنا limited ليه لان فيه centrifugal switch معايا يعني ايه لا يفضل في الطبيقات اللي عايزة on off use in washing machine تمام air conditioning fan مش air conditioning compressor fan اللي ايه الفانة اللي بره اللي بتبقى ايه فوق الكمبريسور اوكي الموتور are used in blowers and in centrifugal برضو بيستخدم في البلاور وفي بعض centrifugal النوع التاني capacitor start capacitor start induction motor كلمة capacitor start يبقى ده axillary يعني وهنحط هنا مكسف وهنا this centrifugal switch this main winding ترى هنا حتى ترى الكاباستر موجود فيه اهو وزي ما انا قلت لك كده ممكن يكون على الجسم الكاريجي وممكن يكون داخل terminal box سنفسه ايه الميزة هنا لما نرى الفيزول دا جرام هاي بقى الميزة هنا ان الـ axillary فلما فيه مكسف وفيه كويل بس قمت المكسف دا جرام هتخلي الطيار دا هنا lead يعني دلوقتي انا عندي coil وعندي مكسف يبقى مين اللي هيغلب والله اللي قمته كبيرة هو اللي هيغلب فانا حاطت المكسف هنا قمته تغلب الكويل يعني اذا الـ axillary هنا lead نعم اهو اوكي ايوه الـ axillary lead طب والـ i min الـ i min كده كده فيه الكل فهو لا الميزة هنا ايه بقى انك انت ممكن تحقق ان الزاوية دي بكون تسعين او حتى لو انت محققتهش exactly 90 فبالتالي قريبا للتسعين تبيدي لك عزم اقوى ايه دي الميزة اقوى من وجود لـ split phase motor يبقى ايه بقى هزا موتور approach its rated speed the auxiliary winding auxiliary winding and starting the tapestor اللي هو ايه الاuxillary winding اللي بيبقى معها in-series انت بس بتفتح بالـ centrifugal switch اوكي شايف هنا الـ starting torque الجدير اهو وابقى برضو احنا ماشيين لحد لحد النقطة دية الـ ثم سوف يفتح ثم نستمر لحد يبقى الـ operating point هنا يا شباب برضو ما تنساش ان الـ characteristic دول مش موجودين في نفس الوقت يعني في البداية ده اللي موجود لحد هنا بعد فيها بيختفي خلاص من ايه بنشتغل عليها الـ application of capacitor start motor used for loads of higher inertia يعني ايه بقى higher inertia عزم القصور زي دي اقوى ليه لان برضو الـ starting torque هنا اكبر برضو برضو used in pumps compressors used in refrigerator and air conditioner اه compressors اوكي او هنا بقى compressor عندما يشتغل الـ compressor دوك لكن دوك ان كان في الفان اوكي 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 لكن احيانا ايه يعني نفس الـ application ممكن ده يخدم طرف وами ده يخدم برضو اوة تعالا نشوف بقى السابع يواقع يعني ده افضل نوع الـ capacitor start capacitor run motor شايف هين يهب مكثفين اوه هنا هنا المكسف دائم هنا المكسف دائم مكسف الأساسي متصميمة أن تعمل على طوال وهنا يأتي عزم أقوى من المكسف ما هذا؟ تعال كده نشوف هنا تشايف ده I auxiliary ده I mean ده II value capacitor motor are used in bombing equipment refrigeration and air compressor برضو هنا ال starting torque شايف كدير و برضو بنشتغل على ال characteristic الحد هنا ده برضو الطريقة اللي بعد كده هي بيرمنت سبلت كابستور بيرمنت سبلت كابستور مكسف دائم ودع مرز هذا مثل مراوح السبف مكسف لكن دائم لكن ما فيهوش ودعا عزم البداية بتاع ضعيف يعني ايه بقى عزم البداية انت لو عندك مروحة ومسكتها بايدك بس قبل ما تلف وحطيت الكهرباء والتالي ممكن ما تلفش لان عزم البداية بتاع ضعيف اه شايفين عزم البداية ضعيف جدا ان انا برضو ادعا عشان كده استخدم في الفان والفان الكاراكتريسيك بتاعتها بتبقى بالطريقة دية اللي بتتناسب مع مربع السرعة ومفيش هنا بقى ايه لمحتاج طرد مركزي ولا غيره لحد الابرية تجيب بايدة ليه لحد الابرية تجيب بايدة ليه ايه الملف آه شايف ده كده ملف يعني مفيش نلف طيب. الملف ده هتكون الفيض المغناطيسي هنا. الفيض المغناطيسي ده. اخلي بالك. دي حلقتين نحاس هنا. او جايز حلقة حلقتين او ثلاثة وهو نفس الكلام. ده بمثابت. ده بمثابت الاوكزيلاري وده يستخدم اللي هي العز جداية التهام وضعي جدا جدا. زي بعض الشفاطات الصغيرة. الشابط بول يبقى الفيض المغناطيسي اللي ما يتحرك من هنا. بيكون الحلقتين دول مش مخصرين. اه بس بيولد فيها انديوز ايم اف هنا. بتصلت طيار هنا. طيار هنا. بيكون فيلد هو كمال. يبقى كأن فيه اثنين فيلد. وكده يبقى عزم البداية بتاعه ضعيف جدا. زي ما انت شايف كده. عزم البداية بتاعه ضعيف. طبعا فيه ويبقى برضو فيه هنا. كده يبقى خلصنا طرق الستارتين. شكرا لكم ونتقابل ان شاء الله في المخاضرة اللي جاي. شكرا لكم. اشتركوا في القناة